وتعالوا نشوف أول سؤال ما عندنا النهار ده سؤال بيقول إيه؟ سؤالي كيف أحافظ على الصلاة في وقتها؟ ده سؤال وكيف أتعامل مع أي ابتداء؟ دولا سؤالين بقى؟ السؤال الأولين بيقول إيه؟ كيف أحافظ على الصلاة في وقتها؟ في جملة من الإجراءات التي تتعلق بالإجراءات الجسدية والإجراءات القلبية يعني حاجات وكأن في حاجات كده أوامر لوجستية زي ما يقولوا أوامر قلبية الحياة الأساسية أن أنت لازم أنت تكون دائماً بتنشط الساعة بيولوجية فيك المتعلقة بالصلاوات يعني إيه؟ لأن في كتاب من الأحيين بيبقى أحد أهم الأشياء اللي ممكن تعتمد عليها في أنك أنت تصلي الصلاة على وقتها وما تفوتكش الصلاة وأن أنت تنشط الساعة بيولوجية بتاعتك على مواقية الصلاة لأن في بعض الأحيين لما بيحصلش ده ممكن تفوت الصلاة على الشخص إذا ما كانش يسامع الأدان فأعمل كده إزاي؟ إن أنا أتعود إن أنا في وقت معين وهو مثلاً قبل الساعة 11 ونص أبص على وقت الإيه؟ على الساعة فلما أبص على الساعة أنا أعرف إن الصلاة ممكن تكون الساعة 12 و 5 دقايق أو 6 دقايق يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى أنا بصيت في الساعة وأبتدي أحس بالوقت وبيمشي لغاية ما أوصل بده تبدا يعملني إيه؟ ده يخليني إنسان حاسس كده بأننا قلبي معلق بالصلاة منتظر لما أي وقت الصلاة؟ وبعد كده روح باصل في الساعة فبص ألاقيها وقت الصلاة جيء فأسمع الأزان فخلاص مع الوقت يتكرر مرة و 2 و 3 تتنشط الساعة بيولوجية بتاعتي على أوقات الصلاة أعمل الكلام ده مع صلاة الظهر أعمل الكلام ده مع صلاة العصر أعمل الكلام ده صلاة المغرب صلاة العيشة و يا حبزة إن أنا أصبت المنبأ قبل صلاة إيه؟ قبل صلاة الفجر كمان بنص ساعة عشان يحصل لي هذا الاتزان في الساعة بيولوجية هذه أول حاجة الحاجة التانية أما تستغربش إن أنا بقولك كده إن تريم استغرب إن أنا بقولك كده ده أشياء مجربة أنت مش بتسألني عشان أجاوبك على الأشياء بالأشياء المعتادة الحاجة اللي بعد كده كمان إن أنت تتعود إن أنت لما يأذن الأزان تقوم إلى الصلاة وتصلي متى أمكانك ذلك يعني ما حد شيء بأسنوه يقولك متى أمكانك ذلك ليه بقولك متى أمكانك ذلك إن إحنا شفنا بلاو في الجامعات واحد في اللجنة في اللجنة وهو بيقول أنا لازم أصلي عند أول وقت فإيه اللي يحصل فهو في اللجنة فيقوم في وسط اللجنة عايز أصلي طب هو الرجل النظام اللجنة ما يسمحش إن إن واحد يصلي إن لو سمحت الواحد أسمح للكل بسبب العدالة العلمية فلو حصل لده اللجنة مش هنقدر نسيطر على اللجنة وما نعرفش يقال ده أحد ممكن يستغلها في الغش ولا لا يبقى يقول إيه قم إلى الصلاة في أول وقتها ما أمكانك ذلك يعني لما تقدر تعمل كده يعمل كده على طول يزن الأزان صلي لو استطعت يبقى أول حاجة اصبت السعب بيولوجية تاني حاجة صلي في أول الوقت مباشرة ما تستطعت ذلك حاجة التالتة والمهمة حاول بقدر الإمكان لما تيجي تصلي صلي في مكان يتسم بالراحة ما قلت لكش بالودو على فكر لكن يتسم بالراحة يعني إيه بالراحة؟ ما تصليش في وسط مكان اللي رايح واللي جاي بيخبط فيك ليه؟ أنت لما تصلي في مكان أكثر راحة تتعاوى الصلاة تتكون عندك إن هي من الصلاة عيب أنا أكلمك دلوقتي على مسألة نفسية عندك لما تصلي في مكان أكثر راحة حتى لو كان مكان ضيق بس إيه مكان أنت بتحب تصلي في هدوء؟ فصلي في مكان عادي كل ما تعمل الكلام ده الصلاة تتبط عندك بإيه؟ بحالة كده حالة من الإقبال وحالة من الهدوء وحالة من السكينة طيب دي الأشياء المحسوسة فيه أشياء قلبية بقى أربط كل صلاة من الصلاوات بمعنى يعني مثلا أنت راح تصلي دلوقتي أتصلي صلاة المغرب أتصلي صلاة المغرب صلاة المغرب هي الصلاة اللي جاي بعد البرنامج فإنها هيحصل؟ أتصلي صلاة المغرب فلما تيجي تصلي صلاة المغرب دي وخاصة في رمضان ناقي بقى معاني لطيفة في رمضان أنا راح أصلي الصلاة دي ونفسي مليانة أن أنا أشكر ربنا أنه وفقني إلى الصيام وأشكر ربنا سبحانه وتعالى أنه جعلني من عباده وأشكر ربنا أنه وجعلني بقى أستطيع أن أنا أذوق حلاوة العبادة يبقى كل صلاة بمعنى الصلاة العيشة مثلا أنت راح تصلي العيشة وبعدين هتصلي الترويح فتقول إيه؟ فيبقى المعنى اللي عندك معنى إيه؟ أنا جاي بشوق لربنا عشان كده أسمع القرآن الكريم فتصلي العيشة وأنت مشتاء لسماع كلام الله سبحانه وتعالى يبقى كل صلاة من الصلاة تخلي لها معنى لما تعمل كده الصلاة ما تفوتهاش أبدا لأن الصلاة دي هي إلا يتقال عليها أرحنا بالصلاة يا بلا لتيجي الصلاة وتبقى راحة ليك فلازم تعمل كده بشكل واضح السؤال التاني اللي أنت بتسأله بقى بتقول كيف أتعامل مع أي ابتلاء؟ أي ابتلاء هتعامل معه لأنه اللي ابتلاء جاي ومعه سعة ولطف من الله سبحانه وتعالى فلما تتعامل مع الابتلاء أول حاجة تتعامل مع الابتلاء على أنه لن يدوم تاني حاجة هتتتعامل مع الابتلاء على أن إيه؟ على أن الله سبحانه وتعالى سيكون مددك وسندك ولذلك أول حاجة تتعامل فيها مع الابتلاء أن أنت تحمد الله سبحانه وتعالى على الأمور وترد الأمر إلى الله فترد الأمر إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيَّ يَرَجُّعُونَ لو حصل ابتلاء ابتلاء مثلاً بالفقد ابتلاء بأن أنت ما وصلتش حاجة فإنًا يحصل فتقول إِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيَّ يَرَجُّعُونَ خلاص استرجعت أن كل حاجة راجعة إلى الله فإنًا يحصل فتهدأ تاني حاجة أن أنت ببساطة خالص أن أنت تعاون مع أن الابتلاء دوت مش نهاية العالم الحاجة التالتة اطلب المساعدة لما يحصل لك ابتلاء لو كنت بحتاج مساعدة رابع حاجة دايما في الابتلاء هو هتنسى الدعاء لازم تلتزم بالدعاء بالأربع حاجات دي هتستطيع ان انت تمتنع بالابتلاء واحنا هنخلي فيه حلقة ان شاء الله بس بعد ما نخلص حلقات بناء الانسان ان شاء الله نخلي حلقة مخصوصة للتعامل مع الابتلاء ان شاء الله ولكن بعد رمضان ان شاء الله